بسم الله الرحمن الرحيم أبنان طلبة طلبات الشهادة العدادية حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى ومادة العلوم إن شاء الله النهاردة موضوع حالاتنا بيتناول الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة وده يعتبر الدرس السالس في الوحدة الأولى ويعتبر آخر درس في هذه الوحدة بالنسبة لمستر حسين طبعا احنا كلمنا في الدرس اللي فات عن العجلة والتمثيل البياني للسرعة سواء كانت سرعة منتظمة وغير منتظمة والعجلة الموجبة والعجلة السالبة النهاردة احنا بنتناول موضوع جديد واعتقد هذا الموضوع هيكون برضو محل أو مجال دراسة لهم في الصف الأول السنوي اللي هو بيأخذوا الكميات أو بيأخذوا الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة والحاجات دي كلها موضوعنا بيتناول الكميات الفيزيائية ايه معنى كلمة كمية فيزيائية وايه معنى التقسيم قياسية ومتجهة وده بيأخذنا إلى المستقر طبعا ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم على آخر درس في بحث زمال مستر عادل لهو الكميات الفيزيائية وده بيأخذ نقسم كميات فيزيائية كياسية وكميات فيزيائية متجهة طب يعني ايه كمية فيزيائية كياسية؟ يعني الحاجة اللي انا بقى ستها هي التي يلزم نتعرفها معارقة مجدارها ووحدة كياسة ندي مثال. انا عايز اقيس طول الحجرة. يبقى دي كمية كياسية. يبقى طول ده كمية. هقيس قلت عشر. عشرة ايه? يبقى عشرة دي المقدار. لازم اقول الوحدة بتاعت الكياسة. اقوله عشرة سنتي ولا عشرة متر ولا عشرة كيلو. يبقى ده اسمه كمية كياسية. لكن انا ما اقول لك ايه? لو سمحت زيح لي الكرسي ده شوي. هتقف جنب الكرسي مش هتتحرك. تبازيح الكرسي زي يا مستر. قل لك هزيحه ناحية الشمال. ولا هزيحه ناحية اليمين. ولا هزيحه الاضام ولا هزيحه الورا? هزيحه ازاي? لا يبقى دي اسمها كمية متج terug. ب langue هنا لازم ان اقول لك حرقوا. حرقوا خمسة متر ناحية الباب. حرقوا مترين ناحية الحط. هرقوا ناحية البلك هنا? يبقى انا كده لازم ان احد اقتلقي. بصوا معين يا اعمل مقارنة بينهم. هنقول كمية فيزيائية ايه? نقول له كياسية. ديت اول واحدة. والتانية كمية الفيزيائية المنتجة. خد بالك من التعريف هو هو نفس التعريف هي التي يلزم لتعريفها معرفة مقدارها ماشي هي التي يلزم لتعريفها معرفة مقدارها لو قلت مقدارها هنا مقدارها ووحدة كياسها يبقى بتكلم على كمية كياسية طيب لو قلت هي التي يلزم لتعريفها طبعا بيضيت معها كلمة فقط يعني دايما غالبا بيبقى الكمية الكياسية ممكن يقول للمقدارها فقط يعني احيانا ما بيجيبش سيرة وحدة الكياس وكمية متجهة هي التي يلزم لتعريفها معرفة ايه هيقول لك مقدارها ووحدة كياسها واتجاه في الكتب مكتوب لحد هنا مقدارها وبيوقف ما بيكتبش وحدة الكياس اما احنا قلناها ليه ما عشان يبقى الكلام بتاعنا واحد اما احنا اقول لك الطول اكتبه المقدار خمسة ما هذا المقدار طب خمسة ايه لازم نقول له خمسة متر يبقى دي اسمها وحدة الكياس السنتي وحدة الكياس الكيلو متر وحدة الكياس يبقى لازم نقول مقدارها وحدة ايه كياس يبقى الكمية الكياسية ايه هي تعرفها هي التي يلزم لتعرفها معرفة مقدارها وحدة كياس طب الكمية المتجهة هي التي يلزم لتعرفها معرفة مين مقدارها وحدة كياسة واتجاه يبقى الفرق بين الكنين كلمة الاتجاه طب الامثلة على الكمية الكياسية اي حاجة انت بتقسها الامثلة بتاعتها هنقول طول عرض ارتفاع نصف الكتر طول عرض الارتفاع نصف الكتر المسافة الكسافة الكتلة الحجم طول عرض الارتفاع نصف الكتر مسافة كسافة كتلة حجم مساحة كل دولا امثلة على كميات الايه القياسية طيب المنتجها عندي ازاحة وعندي عجلة وعندي قوة وعندي وزن وعندي ضغط دولا امثلة على كميات هنا فيه كلمة تانية بتتحطي كده اسمها سرعة ويقولك السرعة الكياسية وهنا بقول السرعة المنتجها دولا كميات ايه قلنا دولا كده الكميات الكياسية اي حاجة بنقسها طول عرض الارتفاع نصف الكتر المسافة والكسافة والكتلة والحجم والمساحة والسرعة الكياسية دولا امثلة امثلة على كمية المنتجها الازاحة العجلة القوة الوزن الضغط ومعهم السرعة الايه? المتاجة. بيجي في الامتحان الاسئلة بتاعتنا يقولك ايه? اكمل امثلة الكيميات الكياسية نقطة ونقط. اقول له اي حاجة من عشرة قدامنا. اقول له كسافة وكترة. ماشي. الكيميات المتاجة نقطة ونقط. اقول له العجلة والازحة. طب ده اكمل. السؤال التاني يقولك علم. ليه الكسافة كمية كياسية? لقول له انه يلزم نتعرفها معرفة مقدارها ووحدة كياسة. طب ليه العجلة كمية متجه لأنه يلزم لتعرفها معرفة مقدارها ووحدة كياسها واتجاه يعني لما يجيب لي سؤال يقول ليه كمية كياسية أقول له إيه؟ ليه كمية كياسية؟ التعريف بتاعها ليه نص الكتر كمية كياسية؟ لأنه يلزم لتعرفها معرفة مقدارها ووحدة كياسها طب ليه كوة كمية كياسية؟ لأنه يلزم لتعرفها معرفة أس متجهة لأنه يلزم لتعرفها معرفة مقدارها ووحدة كياسها وإيه؟ واتجاه يعني التعليل اقول له تعريف طبعا ده كده جوزء سعلي طب الامسان اشتغل عليها انا اخد مثالين مثال الكمية الكياسية ومثال الكمية المنتجة والتنين اخوات المسافة والازاحة المسافة وبرمز ده بالرمز فيه واخدناها في اول درس خالص المسافة بتساوي السرعة في الزمن اللي هي فيه المسافة الوحدة بتاعتها ايه بالمتر طب الازاحة فيه برضو بس على سعر عشان الفيه ده كمية متجة ليه الازاحة وتتقاذ بوحدة برضو اسمها المتر بس المسافة كمية كياسية والازاحة كمية متجة وده سأل جيفم تحمل محافظات السنة اللي فاتت يقول له قرن بين المسافة والازاحة من حيث التعريف ومحيث واحدة الكياس التعريف هتعرف واحدة الكياس اللي كنين متفقين دي مسافة بالمتر ودي كسافة ودي ازاحة برضو بالمتر طب تعريف المسافة ايه قبل ما نبدأ بس مستر حسام بنفكر ابنائنا بما يسمى بيه الاتجاهات الاصلية اللي هما شمال جنوب شرق غرب وبين كل اتجاه اصلي في اتجاهات فرعية شمال شرق او شمال غرب وجنوب شرق او جنوب غرب فبرضو عشان ابناء انا يبقى عارفين لو انا بتحرك ناحية ايدي اليمين يبقى انا كده رايح في اتجاه الشرق بتحرك ناحية ايدي الشمال يبقى ده في اتجاه الغرب طب الشمال مش طلع لفوق لا الشمال في اتجاه وجهك او اتجاه وش كده يبقى ده اتجاه الشمال طيب ضهري يبقى ده في اتجاه الجنوب دول الاربع اتجاهات الاسمية نوضح حالهم بس ابناء انا كده عشان يشوفوا الوضع ايه لان طبعا هحتاج الاتجاه انا هحتاج الاتجاه دلوقتي مع الكميات المتحدة ده شرق ده غرب ده شمال ده جنوب في النص هنا ده شمال شرقي في النص هنا جنوب شرقي ده جنوب غربي ده شمال غرب اللي هو الاتجاهات ايه هم نسميها اتجاهات الفرعام طبعا الكلام ده زرقال مستر عادل هيبانو احنا بنحل المسائل حالا هنشرح ازاي ده تحرك ناحة الشمال او ناحية الايه او ناحية الجنوب طيب يعني ايه مسافة اللي احنا قلنا عليها اللي هي برمز لها برمز فيه والوحدة بتاعتها المتر وده يتمثل الكمية الايه الكمية الكياسية ايه هي تعرف المسافة المسافة هي طول المصار الفعلي السكة اللي انت مشتها فعلا يبقى هي طول المصار الفعلي الذي يقطعه الجسم المتحرك بيقطعه من اللي فين من نقطة البداية بتاعت الحركة الى نقطة النهال طب ندي مثال قبل ما نخش في الازاحة اه ندي مثال بصوا معايا الجسم اتحرك من النقطة الف رحل بيه خمسة متر من بيه رحل جيم عشرة متر يبقى المسافة هتقول لي خمسة زائد عشرة بتساوي خمستاشر طيب ميشي من الف رحل بيه خمسة متر من بيه رحل جيم عشرة متر من جيم رحل دال اتنين متر من دال رحل هي اربعة متر يبقى المسافة هتقول لي خمسة زائد عشرة زائد اتنين زائد اربعة اللي هو المصار اللي هو مشي يبقى المسافة بقول عليها ايه طول المصار الفعلي اللي بيسلكه الجسم من نقطة البداية النقطة الايه النهائية ميشي خمسة متر اهو ميشي عشرة متر اهو ميشي كنين متر اهو ممكن نرفع الورقة عشان برضو نوضحها لابنانا او ناخدها في ورقة تانية خاص طيب ده كده المسافة اهو ميشي كده 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 ألف به جي دال من ألف لبيه عشر من به لجيم أربعة من جيم لدال كنين يبقى المسافة هتقول للعشرة زائد الاربعة زائد الكنين اهو العشرة زائد الاربعة زائد الكنين يبقى المسافة كام 16 طب لو رجع هنا كده واحد يبقى هلو زائد واحد تبقى 17 مشي كده كمين ثلاث يبقى هلو زائد الثلاث يبقى عشرين طلع لفوق بجمع اللي هو بمشي على الخط اللي هو مشي وجمع المسافات اللي هو دي كده اسمها لإيه؟ المسافة طب الإزاحة الإزاحة لها حاجة اسمها تعريف الإزاحة وتعريف اسمه مجدار الإزاحة وده اللي بنشتغل عليه عشان ما نيجي جولك عايزين مجدار الإزاحة بتسوي كام إيه هي الإزاحة؟ هي المسافة المقطوعة المسافة الإيه؟ دي الإزاحة المقطوعة في اتجاه ثابت من نقطة البداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة دي اسمها إيه؟ دي الإزاحة إلى نقطة النهاية طب مجدار الإزاحة إيه هي؟ طول أكثر خد بلك من اللي أنا بكتبه خط مستقيم ونحطيك تحت كلمة خط مستقيم دي اللي إحنا نشتغل عليه طول أكثر خط مستقيم بين موضعين إيه الموضعين دولم؟ أي موضعين؟ لأ نقطة البداية ونقطة الإيه؟ النهاية طب نبص كده ندي مثال عشان نشرح التعريف إزاي بجيب الإزاحة؟ الجسم بتاعنا ميشي من نقطة ألف راح للنقطة بيه؟ ميشي خمسة متر من بيه؟ راح لجيه عشرة متر عايز المسافة اللي هي فيه وعايز الإزاحة قلت الإزاحة فيه بس عليها سهم قلنا سهم ليه عشان دي كمية متجة؟ المسافة هقول له ألف بيه زائد ديه جيم ألف به بكام بخمسة وبه جيم بكام بعشر يبقى خمسة وعشرة كام خمستاشر متر طب الإزاحة؟ الإزاحة لسه ألنها مقدار الإزاحة إيه هو؟ طول أكثر خط مستقيم بين موضعين من الموضعين؟ نقطة البداية ونقطة الإيه؟ النهاية فين البداية بتاعتي؟ عند النقطة ألف وفين النهاية؟ عند النقطة جيم لو خدت خط مستقيم أهو هاخد الخط المستقيم اللي هو ده الخط ده هو تطوله كام؟ الخمسة والعشر يعني تطوله كام؟ خمستاشر يبقى الإزاحة بتسوي كام؟ خمستاشر متر خد بالك باهم اللي قاله مستر عادل في اتجاه ده النقطة ألف أهو بتاعتي أهي؟ هطلع لفوق كده ده شمال هنزل لتحت ده جنوب هروح لناحية دي ده شرق هروح لناحية دي ده غرب قد النقطة ألف بتاعتي أهو؟ هو مش إزاي؟ الجهة دي الجهة دي إيه دي؟ اتنحت إيه دك الشمال؟ يبقى إليه خمستاشر متر جهة الغرب عشان كده مستر عادل لفت نظاركم لإيه؟ للاتجاهات يبقى المسافة هنا بتسوي كام؟ خمستاشر والإزاحة بتسوي كام؟ خمستاشر وده لإننا لسؤال متى تكون المسافة بتسوي الإزاحة؟ نقول عندما يتحرك وطبعا بيكلم عن المقدار أيوة متى تتساوي المسافة مع مقدار الإزاحة عندما يتحرك الجسم؟ نقول عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم طيب ناخد فكرة تانية بقى للمسافة والإزاحة؟ الجسم تحرك من النقطة ألف راح لبيه خمسة متر من به راح لجيم سبعة متر من جيم رجع لبيه تاني يبقى عايزين فيه وعايز الإزاحة طب فيه المسار بتاعنا مش من اللي فين؟ ألف به زائد به جيم ورجع من جيم لبيه تاني الألف به بكام؟ بخمسة طب به بجيم بكام؟ بسبعة ورجع حم تاني سبعة كمان مرة مش ألف به أهي بخمسة به جيم أهو بسبعة ورجع حتاني مش كاتب لك راكم من تعرف أنه رجع حيال نفس المسافة يبقى برضو جيم به بكام؟ بسبعة يبقى الإجابة بكام؟ سبعة وسبعة وربعتاشر وخمسة تسعتاشر متر دي مين؟ دي المسافة الإزاحة إيه هي؟ بتقول أقصر خط مستقيم بين موضعين من الموضعين اللي عندك؟ نقطة البداية ونقطة النهائي ليه الحتة دي؟ حتة دي تقولها كام؟ اللي هي تقول ألف به؟ اللي هي بتسوي كام؟ نقول له خمسة متر يبقى الإزاحة نقول له خمسة متر جهة إيه؟ خلاص كلكم عارفتم أنا ماشي لناحية دي اللي هي ناحية إيه دي نقول لك جهة الغرب طيب ناخد حاجة تانية يبقى دايما الاتجاه من البداية إلى النهائي يبقى طالع منين؟ طالع من نقطة البداية بالزبط تمام طيب ناخد مثال تاني مشي من ألف لبه؟ أو اتحرك من النقطة ألف تلع شمالا راح للنقطة به مشي خمسة متر من به؟ راح للنقطة جيم مشي عشرة متر من جيم رجع للنقطة دال خمسة متر عايز مين؟ عايز المسافة وعايز الإزاحة طيب المسافة بعرفها إزاي؟ بجمع المصار بتاعك المصار بتاعك من إيه لفين؟ ألف به بكام خمسة به جيم بكام بعشر جيم دال بكام بخمسة يبقى المسافة عشرين متر طيب الإزاحة طول أقصر خط المستقيم بين موضعين نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هو ده طيب الشاكلة كده بقى مستطيل يا مستر وفي المستطيل عندنا كل ضلعين متقابلين متسويين ومتوازين ده خمسة متر وده خمسة متر ده عشرة متر يبقى ألف دال ده بكام؟ بعشر يبقى الإزاحة تقول لي بكام؟ بعشرة متر جاهة إيه؟ وقف كده أهو همشي كده كده ناحية إيه؟ ناحية إيد الليمين يبقى عشرة متر شارك تاني كمان مرة المسافة اللي هو أمشيها مشي إيه؟ ألف به أهو اللي هي بخمسة مشي إيه؟ بهجيم اللي هي بكام؟ اللي هي بعشرة مشي يجيم دال اللي هي بكام؟ اللي هي بخمسة يبقى خمسة زائد عشرة زائد خمسة بتسوي كم متر؟ 20 متر الازاحة المسافة نقطة البداية لنقطة النهاية البداية الف والنهاية ده لو وصلتوهم كده بقى الشكل بتاعه مستطيل هو مش مديني امتو لأ مده لأ مش مستطيل يبقى الضلع ده بيساو ده يبقى الضلع ده بيساو ده يبقى ده عشر وده كم عشر يبقى الازاحة بساو كم نقول له بتساو عشر طب ناخد فكرة تالتة بالنسبة للرسمة هنا عندنا هو طبعا عندنا عشان برضو بنقول لأبنانا ان دايما الازاحة دايما بيكون مرسومة بخط متقطع اه او خط موجود ثانيا بالنسبة لي حالة المستطيل عندنا هذا الضلع ده بيساوي الضلع اللي فوق او الازاحة بتساوي طول الضلع الموازي لها في المجدار والاتجاه يبقى هنا دايما باخد نفس الايه حتى لو انا غلطان باخد الاتجاه اللي موجود فوق صحيح كده ده عندنا بالنسبة ليه طب فكرة تانية بقى لسه صغيرة حتى الاخيرة بقى اللي عندنا اللي هي ا بتاعة الازاحة ازا عاد الجسم الى نخطط مش من الالف رحلي به لجيم ورجع لدال حتى كده خارك الغرفه اهو رحلي به خمسة متر من به رحلي جيم عشرة متر من جيم رحلي لدال خمسة متر وقال لك صوم عادي ومش ميديك الرقم عايزين ايه استاذ عايز فيه واضحة المسافة فيه بتساوي ألف به اللي هو بكام بخمس زائد به جيم اللي هو بكام بعشر زائد جيم دال اللي هو بكام بخمس زائد رجع تاني ده الألف بس هو مش مدهاني ما هو لقد ده يبقى برضه بتساوي كام عشر يبقى المسافة خمسة زائد عشرة وخمسة زائد عشرة يبقى تلاتين متر الإزاحة فين الإزاحة طول أسر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية طب فين البداية ألف وفين النهاية ألف يعني ما فيش خط مستقيم يعني ما فيش ازاحة يبقى الازاحة بتساوي كامل سفر وده قد برضو لان لسؤال الازاحة امتى بتساوي سفر يقول عندما يعود الى نقطة البداية طيب في اجابة تاني ها عندما تكون نقطة البداية هي نقطة النهاية طيب كده المسافة والازاحة المسافة والازاحة هو الدرس جدا خلص فضل حيتين صغرين جدا ايه هما لا لسه لنوع ثاني برضو السرعة القياسية والسرعة المتجه احنا اخذنا هنخب مثاليا دلوقتي عن الكمية القياسية خدنا المسافة والكمية المتجه خدنا الازاحة مثال تاني اللي هي السرعة القياسية او ما تسمى او اهن درسناها قبل كده باسم السرعة المتوسطة لنخب بانه مستر عادل احنا درسناها كقانون لكن احcros كتعريف ايوة. لكن هنا عندنا احنا درسناها فيما يعرف بالسرعة الايه المتوسطة. وعندي السرعة المتجهة دي هتكون كمية متجهة. طبعا في فرق بين الكميتين لاتنين. السرعة القياسية بقول عليها كمية قياسية زي ما هو واضحوا قدامنا على الشاشة. ايه تعرفة? المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن. القانون بتاعها يبقى السرعة القياسية بتسوي مسافة كلية على الزمن الكلي وحدة قياسها متر الكل ثانية. بالنسبة للسرعة المتجهة دي كمية متجهة. ايه تعرفها? الازاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن. يبقى هنا السرعة المتجهة علاقة ما بين الازاحة ومين ووحدة الزمن. وعندنا وحدة قياسها بالمتر الكل ثانية زيها زي السرعة القياسية. ولكن بزود عليها كلمة اتجاه لانها سرعة متجهة. طيب عندنا آآ جايب لي شكل زي ده كده. بالنسبة لي بيكلم عن المسافة والازاحة زي ما احنا شايفين الجسم اتحرك من النقطة. الف راح للنقطة به او ماشي من الف لجيم. فهنا طبعا بالنسبة ليها المسافة يبقى طول الف به زائب به جيم. الازاحة هيبقى طول الوطر. الف جيم. وطبعا ده مسلس قائم الزاوية لو ما اجاب ليش الكلام ده انا ممكن اجيبه بيه نظرية في صغير. ده عندنا بالنسبة ليه المسافة والايه والازاحة. ده برضو يعتبر مثال اخر على المسافة والازاحة زي ما قلنا لو الجسم بهذا الشكل بيعتبر هنا هي دي الازاحة اللي موجودة عندي طالما بالشكل المتقطع ده ده بيكون ايه الازاحة. بالنسبة عندنا نبدأ عايزين نشوف بقى بالنسبة ليه مسائل اللي بتجينا على السرعة المتوسطة والسرعة المتاجهة. فبيقول ليه عندنا? تحرك جسم من النقطة الف فقطع عشرين متر خلال اتنين سنة. ثم اربعين متر خلال اربع سواني في اتجاه الشرق. يبقى هنا دايما اي مسألة خاصة بالسرعة القياسية او خاصة بالمسافة والازاحة لابد ان ترسل. طيب نبدأ معنا ندي البيانات كده. اه من النقطة الف للنقطة بين. قطع عشرين متر شمالا خلال اتنين سنة. دايما بنخلي المسافة برا والزمن جوه او العكس المهم ان احنا بفرق بين الكميات لاتنين. ثم بيجي تحرك في اتجاه الشرق فقطع اربعين متر خلال اربع سواني. ثم جنوبا عشرين متر خلال ست سواني. ثم عادة الى نقطة البداية فقطع اربعين متر خلال تمن سواني. طبعا ممكن ما اقوليش الاربعين متر واقولي الزمن. بالزبط. احسب بقى عندنا عايز ايه? طبعا. مسافة كلية. الزمن الكلي. الازاحة. السرعة المتوسطة. السرعة المتجدة. كده عايز كم حاجة? خمس حاجات على هذه المسألة. طبعا نصيحة لابنائنا وبناتنا. ادي الرسمة قدامنا هو تقواد السؤال. انت من غير هو ما يطلب منك. هتعمل ايه? هدي السؤال هو. هجيب مين? هجيب المسافة. فيه? بتساوي. وهجيب الزمن? بيساوي. وهجيب الازاحة? بتساوي. وبعد كده هو عايز السرعة الكياسية. ليه قلنا عليها السرعة المتوسطة. وعايز السرعة المتجدة. السرعة الكياسية القانون بتاعها. اللي هو السرعة متوسط. اللي هي اسمها المسافة الكلية على الزمن الكل. طب والسرعة المتجدة بتساوي الازاحة على الزمن. في اي انتها حان هتريه طالب منك اللي اتنين دولار. فانت لازم ان تجيب له دي واجيب دي واجب دي. طب لو مش طالب هجيبهم له برضو ما هينساعدوني في الحل هو عايز مش عايز اللي الفوق. عايز السرعة الكياسية والسرعة المتجدة. يبقى oni لازم نجيب دول المسافة وجيب له الزمن هو لباائزع يبقى جبهو من نفسي ايه بجيبهم عشان خاطر اسهل على نفس الحال نبص بقى على السؤال تاني كده المسافة. المسافة لسا اين بحسبها من اللي فين من الف لبه اللي هو كام 20 متر. من به لي جيم اللي هو كام اربين. يبقى دي عشرين زي ادي اربين. من جيم لدال ادي عشرين. ومن دال لا الف ادي اربين. يبقى هيجي كده. هقول له المسافة بتاعة بتساوي ايه؟ هقول له 20 زائد اربعين زائد 20 زائد 40 المجموع كام 60 و60 دي مين المسافة الزمن بتاعنا اللي هو بالثواني خد بالك اهو الورقة تانية قصدنا ده زمن كم سنية ممكن نحط عليه دائرة مستر حسام كده ده زمن كم سنية 2 ده زمن كم سنية 4 ده زمن كم سنية 6 ده زمنه كام 8 بقى هعمل ايه هجمع الازمينة الازمينة بتاعتك كام هقوله 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8 2 و10 6 و10 و10 يبقى الزمن 20 20 سنة الازاحة الازاحة ده الشكل مقفول ولسه قليني وده مش شكل اتقفل رجع التاني النقطة البداية يبقى الازاحة بتاعتك كنت مغمط بتسوي ايه بتسوي سفر خلاص دولا جبناهم جبناهم ليه انا عايز السرعة القياسية او السرعة المتوسطة بتسوي المسافة الكلية على الزمن الكل المسافة الكلية احنا نطلعينها بكام ب120 يبقى هكتبله فيه بتسوي 120 الزمن بكام بعشرين يبقى السرعة بتسوي كام 6 متر لكل سنة طب السرعة المتجهة بتسوي الازاحة على الزمن الازاحة بكام نقوله بصفر على الزمن بكام بعشرين يبقى السرعة بتسوي كام نقولك صفر ده كده المسألة اتحلت اه كده المسألة اتحلت طب ناخد فكرة تانية هو طبعا هنا يعتبر بالنسبة ليه المسألة هو وضعها يعني ريحني لاني جاب لي الازاحة بصفر وبالتالي السرعة المتجهة يبقى بصفر ممكن ناخد نفس المسألة بس ما نقولش ان هو عدل لنقطة البداية يعني او ناخد مسألة بنفس الشكل الموجود عندنا ناخد مسألة بنفس الشكل الاعدام استمع هدل اهو بس احتحك عليكو شوية مزعلوش يعني كده بغاية تلك الشوية مش هيكمل هقول الف به جيم دال ههه الف به خمسة متر في 2 سنة به جيم عشرة متر في 4 سنة جيم دال خمسة متر في 2 سنة دال هي أربعة متر المطلوب عايزين فيه طيب في كم سانية دول يا مستر حسام في كنين سانية فيه وعايزين زين وعايزين الإزاحة وعايز السرعة المتوسطة وعايز السرعة المتجة كل دولا اللي احنا طلبناهم قبل كده هم هم هعمل ايه نفس الخطوات هجمع المسافة مشي من ألف لبيه كام خمس من به لجيم كام عشر من جيم لدال خمس من دال لألف أربعة يبقى عندي كم رقم واحد اكتنين تلاتة أربعة واحد اكتنين تلاتة أربعة يبقى المسافة بتسوي كم هقول لك 24 متر الزمن كم زمن هادي هادي عندنا اكتنين سانية ودي اربعة سانية ودي اكتنين سانية واثنين سانية يبقى اكتنين زائد اربعة زائد اكتنين زائد اكتنين يبقى اكتنين واربعة ستة ستة واثنين تمانية واثنين عشر سوين اللي هو الزمن بتاعنا ده اكتنين سانية ده 2 ثانية ده 4 ثانية ده 2 ثانية طب الإزاحة المسافة بالنقطة البداية لنقطة النهائل الحتة بنقتهلك بالأزرع أهو واخد سامة دايما ونريح منك ده كده أهو ده كده الإزاحة اللي فوق ده كانت طوله كام؟ 10 رجعت منه كام؟ يبقى الحتة اللي فضلة كام؟ 6 يبقى الإزاحة تاني بتساوي كام؟ نقول لك 6 متر كمان مرة اللي فوق ده كله كام? 10 10 ده 10 ده كله كام؟ رجع منه كام 4 يبقى الحتة اللي فاضلة containing اللي هي 6 عشان لو ما قول 6 و 4 يطلع كام 10 يبقى الزاحة 6 متر مشي ناحية يدي اللي مين يبقى قوله 6 متر ايه شعر السرعة الكياسية او السرعة المتوسطة المسافة الكلية عندك بقام نقوله ب24 الزمن بكام بين 10 يبقى السرعة 2 و 4 من 10 متر لكل ثانية طب السرعة المتجهة بيتسوي الازاحة قولنا 6 والزمن بكام بين 10 يبقى بتسوي كام 6 من 10 متر لكل ثانية جهة ايه? انا مشيد الشرق. يبقل له جهة الشرق. طيب من المسألة دي كده مشر حسام. بيبان لنا دلوقتي ان الازاحة والسرعة المتاجهة بيتفقوا في حاجة واحدة وبيختلفوا في حاجتين. بيتفقوا في الاتجاه. الاتنين لهم نفس الاتجاه. يبقى هنا الازاحة طلعت كانت ستة متر شرقا. السرعة المتاجهة طلعت ستة من عشرة. شرق. متر كل ثانية شرق. الاختلاف عندنا يبقى الازاحة والسرعة متجهة بيتفكوا في حاجة واحدة وهو الاتجاه. ويختلفوا في حاجتين اتنين عندنا المقدار وواحدة. القياس. القياس. ده عندنا بالنسبة ليه الازاحة والسرعة المتجهة. طيب. اه ناخد مثال برضو اخر كده بالنسبة ليه المساري الدائري. جميل. ايوة عشان بس ان ايه نشوف الدنيا دي كده. بصوا حبيب. طبعا كتير او من ابنان وبناتنا يجي عند الدايرة ويقف. هي بقت رياضة. اه لا مش رياضة. ما احنا الرياضة والفيزياء اخويات وولود عام وحباية. ان لازم ان تكون عارفنا لما بمشي في دايرة فانا بجيب المحيط. فمحيط الدايرة بيسوي ايه? انا حافظه اتنين باينك. مش باينك تربيع. تربيع دي المساحة. يبقى دي انا عندي دايرة اهو. ويا دي. الكتر بتاعها. الجسم تحرك من النقطة الف. لف على محيط الدايرة. راح للنقطة به. ورجع التاندي. النص الكتر بتاع الدايرة بتاعتي اللي هو المركز ميم ونص الكتر بسبعة. عايز المسافة وعايز الازاحة. طبعا بالسرعة المنتجة والكياسية خلاص زيت احنا ايه? عارفنا بجيبها ازاي. طب المسافة. هو لف ايه يا مستر? لف الدايرة كلها. يعني المسافة بتاعتنا بتسوي هتقول له محيط الدايرة. طب محيط الدايرة ده اجيبه ازاي? محيط الدايرة ده قانون اللي هو اكنين طه نق. او اكنين باي نق. اكنين ده سابت. وطه اللي هي بكنين وعشرين على سبعة. طب نك اجيبه منين? او حسب من الدايان في المسألة بثلاثة واربعتاشر من المية. اه جوا دائما بيديني قيمة ويديني دايما نص الكتر. عشان يب bodo اني بعارفين. فحسب ما بيديني الكيمة انا بتعمى ما ينفعش الدال بثلاثة واربعتاشر من مية وتعامل معا باثنين وعشرين. على سبعة. على سبعة. هم إختصار ومهما لاثنين حاجة واحدة. تمام. دي كنين سبتة طه زمله لسر عادلي. يما باثنين وعشرين على سبعة. يما بثلاثة واربعتاشر نص القطر عندك بكام بسبب بالقالة الحسب هلقاها بتسوي كام 44 متر طب ده المحيط كله يبقى المسافة اللي مشها بتسوي كام هقولك 44 متر طب الازاحة بتسوي سفر طب ليه بتسوي سفر عشان رجع تاني نقطة البداية طب نفس الرسمة كده اهيت وهقول ده مشي نص دايرة بس مشي من الف راح لبي معلش بقى الدايرة تبقيت ايه نزبطها شوية كده من الف لحد بقى ونص القطر سبعة هقولك المسافة نص محيط الدايرة يعني ايه يا مستر يعني هجيب المحيط اللي احنا جيبناه قبل كده او بقى نص في القانون بتاع المحيط المحيط اللي عبي كام ب44 هقول نصه يبقى نص فيه 44 بتسوي كام 22 متر طب الازاحة من نقطة البداية نقطة النهائية طب ده قطر يبقى سبعة وسبعة يبقى هولك الازاحة بتسوي كام سبعة زائد سبعة بتسوي كام 14 متر وقلو جهة الايه وقلو جهة الشرق يبقى ازا دلوقتي يا مستر حسين عشان برضو ابنانا بالنسبة لو هاخد اللفة كاملة او الدايرة كاملة يبقى هنا المسافة بتساوي محيط الدايرة اللي هو اتنين طه نقض لو هتحرك في مصار تلات اربع دورة يبقى تلات اربع محيط الدايرة بضرب تلاتة فيه القانون بتاع محيط الدايرة هتحرك نص دورة يبقى المسافة بتساوي نص محيط الدايرة هتحرك ربع دورة يبقى المسافة بتساوي ربع محيط الدايرة وبعد كده ابدأ اجيب الازاحة اللي هو هيبقى في حالة الرابع والتلات اربع بيكون طول الوطر ولكن الاختلاف في الاتجاه وطبعا للأسف وقت حلقتنا انتهى بنشكر حضرتك يا مستر حسام شكرا لك يا مستر عادل ومتمنى ان احنا نكون فدنا ابنائنا وفي انتظار تلفراتك وستفصلاتك ان شاء الله ابنائي وابناتي حتى نلتقي في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته